السلام عليكم ورحمة الله مرحبا إلى مراجعة جديدة لأحد التطبيقات الذي اكتشفته مؤخرا ووجدت أنه يستحق هذا التطبيق اسمه Learn English Conversation أعتمد على التدرب على المحادثات هناك تطبيقات أو مصادر تعطيك محادثات إنجليزية جميل محادثات سهلة هناك تطبيقات تعطيك المحادثات ومترجمة إلى العربية هذه ميزة إضافية هذا التطبيق يعطيك ميزة ثالثة أن يعطيك المحادثة ومترجمة إلى العربية وإمكانية التدرب عليها عبر بعض التمارين التي ستناها الآن إن شاء الله كما قلنا اسمه Learning English Conversations هو للأندرويد لم أبحث هل هو متوفر للآيفون أم لا هذا التطبيق تم إصداره في أكتوبر 2020 ويعتبر تطبيقات الجديدة من الميزات أنه لا يتطلب الإنترنت يتطلب في البداية عندما تقوم بتحميل المحادثة والتمارين الخاصة بها عندما تقوم بفتح تطبيق في البداية سوف تختار اللغة العربية كلغتك الأم وإن لم تقوم بذلك يمكن أن تقوم بالدخول إلى الإعدادات وتختار من هنا اللغة الأصلية أو لغتك الأم حتى تجد المحادثات مترجمة إلى لغتك طبعا في خيارات أخرى يمكن أن يقوم بتذكيرك وما إلى ذلك لن نقوم باستعراضها الآن كما تلاحظ أن هذه المحادثات مقسمة حسب المستويات ابتدائي متوسط ومتقدم هناك أشياء أخرى لم أجربها قصص قصيرة وأخبار وما إلى ذلك هذا الجزء التحدث مع الأصدقاء يحتوي على 45 محادثة محادثات قصيرة طبعا فمثلا هذه المحادثة قمت بتحميلها مسبقا هنا عدة خيارات أو دوائر في كل محادثة وهذه هي الأنشطة الخاصة بكل محادثة أنا مثلا أكملت النشاط الأول والثاني ونصف الثالث ويعني تقريبا أكملت الرابع كذلك في البداية سيقوم بتحميل المحادثة بعد ذلك يمكن أن تستخدمها وتتعلم منها بدون إنترنت كل محادثة مقسمة إلى عدة أجزاء كما تلاحظ هذا الجزء الأول المحادثة الأصلية ثم الجمل التدرب كذلك تدرب هنا المفردات أو الكلمات والتدرب عليها وهنا القواعد أو بمعنى آخر كيفية تركيب الجمل ففي البداية ستقوم بالاستماع إلى المحادثة من الأسفل هناك عدة خيارات يمكن أن توقف المحادثة يمكن أن تظهر أو تخفي ترجمة إلى العربية ويمكن أن تفعل التشغيل البطيء بحيث ينطق بشكل أبطأ حتى تستوعب أكثر هناك بعض الخيارات المتوفرة تحت كل جملة تسجل صوتك وتقوم بالحكم على نفسك ذاتياً أو تقوم بالتسجيل وتدع الهاتف يتعرف على نطقك وهنا رمز الزائد تضيف الجملة إلى المفضلة لديك لديك قائمة من الجملة التي تريد أن تتعلمها يومياً أو تمارسها فتضيفها مثلاً إلى البوك مارك ثم بعد ذلك يتم نطق كل جملة بشكل منفرد وتقوم أنت بالاستماع عليها أكثر من مرة وبتسجيل صوتك من هنا من الأسفل وهكذا تتدرب على كل جملة بشكل منفصل جملة جملة التمرين الثالث قوي عندك الاستماع مثلاً تستمع للجملة ثم تختار طبعاً هذا يذكرنا بتطبيق وبرنامج دوالينغو يعني يشبه دوالينغو إلا أن دوالينغو يرتكز على الجمل وليس المحادثات لا يعطيك محادثات كاملة وهكذا تستمر سؤال بعد سؤال وتقوم بالممارسة وتدرب على الجمل الخاصة بهذه المحادثة هنا أيضاً تدريبات إضافية لكن أنت تقوم بأداء دور من الأدوار أنت تقوم بدور الفتاة أم الشاب ثم تختار من الأسفل نفس بعض يعني ما في فرق لكن هنا مثلاً عبارة عن فتقوم باختيار الجملة أو الكلمة التي قام والسبيكينج والريكوردينغ تقوم بالتسجيل نفسك أنك أنت الممثل كما لاحظتم أنا الذي قلت ليس هو أنت تقوم بأداء دور الرجل أو الفتاة الشخصية التي اخترتها طيب هنا يركز هنا على كأنه يعطيك فلاش كاردز للكلمات وعباراتها القصيرة التي ذكرت ثم يعطيك تمارين عليها في البداية تقوم بتقليبها سوف تستمع لها طبعاً طبعاً بإمكانك أن تستمع للكلمة بشكل بطيء من رمز السلحفة يمكن أن تسجل صوتك من الأسفل وتتدرب على نطق الكلمة وتدع الهاتف يتعرف على نطقك ثم يقول لك فعلاً هل نطقتها أم لا إذا أردت التمارين تنقر على رمز التشغيل اللي في الوسط مثلاً سؤال صح أو غلط سؤال آخر توصيل طيب ثم أخيراً الغرامر يعني الغرامر هو عبارة عن تركيب الجملة نفسها فهنا مثلاً في الأعلى يعطيك المعاني الألوان الأحمر سبجيكت الأخضر أبجيكت وهكذا فهنا يقول لك مثلاً هذه الجملة تتكون مثلاً هذه الجملة تتكون من دو أو دز أو الفعل المساعد هذا اللون معناه فعل المساعد ثم الفاعل سبجيكت فاعل ثم الفعل بالمصدر وما إلى ذلك طبعاً بتعمل لفة على أهم الجمل ثم تنقر على براكتس من الأسفل براكتس تقوم بترتيب الجمل بالشكل الصحيح حسب الألوان حسب ما هو مضح لك في الأعلى فقط هذا هو طيب إذن هذه هي الخصائص الرئيسية والمميزات أما العيوب فقد لاحظت أن بعض الجمل ليست مترجمة بدقة إلى العربية في أخطاء في الترجمة تقريباً هذا أهم عيب وجدته لكن صراحة عجبتني الفكرة أنه يعطيك المحادثة ويعطيك عدة وسائل للتدرب عليها والتمارين وما إلى ذلك وهو طبعاً مجاني بالكامل لأي ليست هناك ميزات أخرى مخفية لكن فقط إذا أردت أن تحذف الإعلانات يمكن أن تشترك معهم وكما ذكرت أنه يعمل كذلك بدون الإنترنت لكن في البداية يجب أن تقوم بتحميل المحادثة تفتحها لأول مرة والنت موجود ثم إن رجعت إليها وفتحتها بدون نت ما في مشكلة إن شاء الله تكون مراجعة مفيدة ونلقاكم في مراجعة قادمة إن شاء الله تحياتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر